لكن دعني أوضح أكثر ما أريد أن أسأل عنه أنت ذكرت بالفعل هناك دورات وحقيقية لجماعة الإخوان وهناك ما تسمى بنظرية المحنة المحنة مصطلح مركزي لدى الإخوان لإعادة القيام والاستئناف مرة أخرى هل نحن هذه الدورة هي الرابعة والأخيرة؟ هل هي المصطلح المحنة قابل لإعادة الاستخدام كما أستخدم مثلا بعد 65 وبعد 48 وبعد 54 لإعادة أجابة أما أن هناك عوامل موضوعية الآن تحول دون قيام الجماعة مرة أخرى وخاصة ما ذكرته أن وهو أن هذه المرة العداء الأكبر ليس مع الدولة أو الحكومة ولكنه مع المجتمع نفسه الحقيقة يعني لشان أوضح بس اللي أنا كنت أقصده أنا كنت أقصد أن الإخوان بتبدأ وبتنتهي في دورة البعض بيظن أن بعد انتهاء الدورة دي ربما كانت الدربة القاصمة للإخوان وبتبع فيه دلائل وإشارات إلى أنها بالفعل انتهت لكنها بتعيد نفسها مرة أخرى السبب في ده بالنسبة لي أنا كقاري لتاريخ الإخوان أن الفاعل الأول في إنشاء جماعة الإخوان لم تكن تجلي اجتماعي ديني يعني المجتمع محتاج جماعة أو جمعية يعبر فيها عن إسلام ولكن كانت هناك قوة غربية موجودة في المجتمع المصري هي من أنشأت هذه الجماعة لأغراض هي كانت في حاجة إليها أبسطها وأسهلها زي ما قال هو نفسه حسن بنا في الليحة لائحة الإخوان سنة 1939 أن الهدف منها مواجهة الإلحاد المقصود بيها الانتشار الفكر الشيوعي اللي كان موجود في الدولة المصرية في مطلع العشرينات والرؤية اللي كانت بعد انتصار الثورة البلشفية وفيه تمدد للفكر الاشتراكي ووه والآخر فكانوا حابين أن هما يوقفوا المنظومة إذن هناك قوة غربية استخدمت الإخوان في بداية النشأة في كل مرحلة من المراحل اللي بتبدأ فيها دورة الإخوان مرة أخرى في الانتعاش كنا نلاقي دايما هناك إرادة غربية في نشأتها توفقت مع الإخوان توفقت مع رؤية الدولة وقتها أو السلطة أو رجال الحكم ده قصة تانية لكنه في دايما هناك رؤية غربية هل هي خلما الآن؟ من أشأ الجماعة ما زال يريد استخدامها حتى اللحظة هناك صراع بؤر في العالم بيضار فيها صراع معين محتاج أيديولوجيا دينية علشان يأجج الصراع ده الخطاب الإخواني في اللحظة النهاردة اللي بنتكلم فيها لا طبعا لكنه بيجهز للخطاب ده خطاب متعصب ديني متعصب يحتاج فيه الجماعة دي هل إحنا هنوافق طبعا أنا ما تمناش أن ده يحصل هل المجتمع المصر هنوافق بعادة الإخوان طبعا أنا أتمنى أنه ما يحصلش لكن أنا أحذر أنه لما أقول دورة أخشى أن يعاد مرة أخرى إعادة الإخوان نظرا لأن هناك من يقف ضدها وأذكر أن بريطانيا حتى اللحظة لم تصنف هي والولايات من تحت الأمريكية لم تصنف الإخوان كماع إرهابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر